تستحوذ شرعة القيم الكيبكية على اهتمام النواب في اليوم الأول من الدورة البرلمانية الجديدة في الجمعية الوطنية في كيبك هذا ومن المرتقب أن تشغل الشرعة حيزا مهما من السجلات في دورة الخريف في البرلمان والتي تبدأ اليوم الثلاثة ولا يزال وزير المؤسسات الديمقراطية بيرنار إدرانفيل في موقع الدفاع عن موقف حكومته على الرغم من أن البند الذي يقضي بمنع موظفي القطاع العام من ارتداء الرموز الدينية قد أشعل جدلا في المقاطعة واليوم من المنتظر أن يحمل الوزير المسؤول عن مدينة موريال جون فرانسواليزي مشعل الشرعة حيث سيدافع بدوره عن موقف الحكومة في مؤتمر صحفي دعا إليه وسائل الإعلام اليوم عند الساعة العاشرة صباحا تقاذف الحزب الكابكي والحزب الليبرالي في كابك التهم في إذكاء السجال الدائر حول شرعة القيم الكابكية وصب الزيت فوق النار المشتعلة أصلا فقد رفض وزير التعليم العالي بيير ديشان الاعتراف بأن حزبه يتحمل جزء من المسؤولية في عملية شد الحبال القائمة بين مؤيد ومعارض للشرعة وألقى بالمقابل المسؤولية على عاتق الليبراليين الذين بحسب قوله أصبحوا أسيادا في افتعال الأزمات من جهة أخرى أترد على لسان النائب عن الحزب الليبرالي بيير أركان الذي أشار إلى أن الحكومة تلعب بالنار في ملف شرعة القيم الكابكية كما اتهم الحزب الكابكي بأنه يستخدم التسويات الدينية لزيادة شعبيته وبأن الكل يعيب أن هذه المناورة الانتخابية سترتد عليه وفقا لتصريحات أركان في أعقاب ساعتين من التباحث في أجواء من التوتر العالي بين رئيسة الوزراء بولين ماروا واللجان المدرسية في كابك تم توصل إلى قرار تمهل بموجبه الحكومة اللي جان فترة أسبوعين لإيجاد سبل جديدة لتخفيض نسبة الضرائب المدرسية عن كاهل المكلفين سبق وعبرت رئيسة الوزراء عن استيائها البالغ بسبب الزيادات على الضرائب المدرسية في حين رأت أمس وزيرة التعليم مريمة لفوا أنه لابد من مراجعة نظام تمويل المدارس على المدى الطويل إنما في الوقت الراهن لابد من تصحيح الوضع ومن ثم نعيد النظر بالنظام بطريقة شاملة معتبرة أن النظام الحالي قد عف عليه الزمن من جهة أخرى استبعدت وزيرة التعليم إمكانية إعادة الزيادات إلى المواطنين لأن تكلفة هذا النظام ستكون باهظة وغير فعالة إنما تحدثت الوزير عن إمكانية التعويض من خلال اعتماد نوع من أنواع الحوافز الضريبية تود الحكومة الكندية معرفة وجهة سفر مرتكبي الجرائم الجنسية عند خروجهم من البلاد حيث سيطلب منهم اختار السلطات الفيدرالية التي بدورها ستقوم باختار السلطات في البلد الذي يقتصده مرتكب الجريمة ومن مدينة فانكوفر أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أنه سيصار إلى طرح مشروع قانون بهذا الخصوص في مجلس العموم الكندي خلال فصل الخريف لمكافحة الجنوح الجنسي هذا ومن المرتقب أن يضمن مشروع القانون تبادل أفضل للمعلومات بين الشرطة وأفراد الجمارك بغيت مراقبة تحركات مرتكبي الجرائم الجنسية كما وعد هاربر بإنشاء قاعدة بيانات وطنية تشمل أسماء المتحرشين بالأطفال والذين محتمل أن يعاودوا الكرة وأن تكون هذه المعلومات بمتناول المواطنين في كندا نشير إلى أن أعلان رئيس الوزراء يندرج في إطار الإجراءات التي طرحتها الحكومة الفيدرالية لمعاقبة الجرائم ومكافحة الاستغلال الجنسي للقاصرين داخل وخارج البلاد حاولت الشرطة الفيدرالية الكندية عدة مرات إرجاء الكشف عن تكلفة إطلاف المعلومات المدرجة في سجل الأسلحة النارية المحمولة على الكتف وذلك على الرغم من المطالب المتكررة لوسائل الإعلام علما أن هذه المعلومات هي بحوزة الشرطة الفيدرالية منذ 11 شهرا وعلم أن تكلفة تنفيذ هذا الوعد الانتخابي لحكومة المحافظين قد تصل إلى حدود مليون دولار ورفضت الشرطة الفيدرالية أعطاء المزيد من الإضاحات حول هذه المسألة مشددة على أن تكليف إطلاف المعلومات مدرجة في ميزانية الشرطة الفيدرالية بالمقابل رأت الناطق بلسان المعارضة الرسمية في أوتوا في الشؤون القضائية فرانسواز بواذين أن إدارة الملف تثير تساؤلات عدة بشأن سياسة الاتصالات في أوساط الشرطة الفيدرالية الكندية بالمقابل أكد الناطق بلسان وزير الأمن العام ستيفن بليني أن المكلفين لن يتكبدوا مصاريف إلغاء السجل انتهى الموجز شكرا لحسن المتابعة اشتركوا في القناة